السلام عليكم ومرحبا بكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير في الفيديو تاليوم رح ندير معاكم وصفة تاعة بيت زاكاري هاد الوصفة كامل نحبوها يعني كيل كبير كيل صغير رح نديروها بعجينة خفيفة ووجي تقرمش وحنخدم معاكم تاني كلاسوستومات بطريقة سهلة وبسيطة نمر مباشرة نتعرفوا على مقادير الوصفة وطريقة تحذيرها اول حاجة سنحضر هنالسوستومات هاد الاسوست هنخدمها بارد في بارد جبت مقلة نحط فيها واحد زوج مغارف حتى تلت مغارف كبار تالزيت وجبت هنالسوستومات نحيت لهم كامل هديك القشرة والزريعة وقطعتهم وعندي حباب صل تكون صغيرة وزوج في سوس نزيد عليهم غرفة كبيرة طماطم مصبارة ونزيد ثاني الملح وفلفل لكحل والعكري يعني هاد المقادير نحطهم كامل كيف كيف وعندي هنا ورقة تعرند وشوية تعزعي نحطهم جبت هنا مغرفة تحت نحطب ونخلط ملاح هديك الطماطيش والبصل والتوم والملح وتوابل يعني اليوم جبت لكم اسهل طريقة باش تخدموا لصص طومات يعني متشد لكمش كامل اليد حطوهم كامل بارد في بارد وحطوهم على النار بعد ما خلطهم زيت عليهم الورقة نحطها على الرند ووزعتها وبعدها نغطي على المقلاة ونحطها على النار تكون قليلة كامل ونخليها حتى الطيب كالطيبة نجيب رحيوة اليدوية ميكسر ونرحيها وهكا رح نتحصل على صص طومات ما من لون تحيجي حمر انا رح نحطها الطيب ونحضروا العجينة العجينة اليوم كما رح نخدمها بياووغ ناتيوغ دانون هاد الياووغ ترحيطي للعجينة خفة وتجيب زاف هيلة هاد الوصفة رح نحتاجو 2 علب ياووغ طبيعي دانون بدون سكر الوزن العلبة هو 95 قرم حطيت هنا العلبة الولانية ونزيد العلبة التانية ونزيد عليهم نصف كاسة الماء يكون دافي ومغرفة كبيرة خميرة الخبز ومغرفة كبيرة تاسكر ومغرفة كبيرة تاسكر ونغلفة ونحسب 10 دقائق ونكمل الوصفة هنا بعد 10 دقائق نحيي الغلاف الشفاف ونزيد حبا تعباد متوسطة الحجم ونزيد عليها 6 مغرف كبار زيت زيت ناباتي ولا زيت زيت ونزيد ونخلط ملاحة البيض والزيت ونزيد ونزيد في الفارينة ونزيد ثاني ونزيد عليهم مغرفة صغيرة بلافو ونزيد ثاني ونزيد الله ونزيد ونزيد نضيف ونزيد 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 نحطها على طاولة العامل و ندلكها 1-5 دقائق نحطها على طاولة العجينة بعد 5 دقائق نحط العجينة و نغلفها بورق شفاف و العكيس بلاستيكي نحطها على طاولة العمل نحطها على طاولة العمل نحاطهاfi نحطها على صلوات الفئة سنكون في صنصات كبيرة و سنكون في صنصات فقط دقائق نحطها و اضع من الحلال تفتحوها مليح بيدكم ثم تجيبوا الحلال وتحلوها بعد محلتها لا تفتحها لا تفتحها بثاف لا تفتحها بثاف حوالي 1 سنتيمتر ثم نجيب فرشيطة ونطقبها مليح هنا تحب البيتزا تحجيها لا تطقبها نجيب فرشيطة ونطقبها 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 كامل ونجيبها ترتاح 1-10 دقائق ثم نجيب الزيت نجيب الزيت كيف كيف نجيب زيت نباتي ندهن هذه العجينة غير شوية ونجيب الزيت بعد محطيت الزيت هذه العجينة بعد محطيت ونطقبها 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 ثم نضيف خوما جغابي و نضيف شوية من الفوق و الناس اللي يحبوا البصل تقدروا يجبوا البصل تقطعوها مورباعة غير صغار و تضيف شوية جبت شرائح تحفل فل أخضر و نضيفهم كتزين و في الوسط نضيفهم حبات عزيتون كحل نضيف البيتزا التاعي تريح 5 دقائق و نضيف الفرن اللي كون شعلته مسبقا على درجة حرارة 200 حتى 220 درجة البيتزا تحب النار تكون قوية و تكونوا سخنتوها من قبل و نضيفها الطيب و راح طيب لي بالخف نشعلها من تحتها و نزيل نشعلها من فوقها غير شوية هايلك البيتزا التاعي بعد ما طابت هنا كنت مازال ما قطعتها رشيتها بشوية تعل معدنوس و بعد ما قطعتها و كنت ديرت لها شوية تاعزيت الزيتون كان هذا هو الشكل نهائي الوصفة نالينا هاليوم بيتزا كاري بعجينا بزاف خفيفة هدا كلياووخ تناتشو غعطاها خفة و وش نحكي لكم روعة و ملتحتاجت فيها وحدة قرميشة خفيفة و جت بزاف بنينة يعني ننصحكم بش تجربوا هاد الوصفة اللي على بالي حتعجبكم و حتعجب كامل افراد عائلتكم و اذا جربتوها ما تنسوش تديرو لي جامل الفيديو و تبعتو لي تطبيقاتكم عبر الانستغرام اللي حنخليكم رابط تعو في صندوق الوصف دو كما بقى لي غنقلكم تلو في روحكم و نتلقاوا ان شاء الله في وصفات اخرى عن قريب مع السلامة